ملايين السوريين مشردون جراء الحرب المشتعلة ووفدان نظام والمعارضة يتبادلان التهم في أفخم فنادق السويسرا هذا التشرد القاتل جاء في تقرير مفصل لمنظمة هيومن رايتس ووتش من 38 صفحة اتهمت فيه المنظمة نظام الرئيس السوري بشار الأسد بمعاقبة السكان عبر هدم ألاف المنازل من دون وجه حق بين العامين 2012 و2013 دعاية مجلس الأمن الدولي إلى إحالة القضية على المحكمة الجنائية الدولية وفي التقرير مقارنة بين صور حديثة تقطت عبر الأقمار الصناعية وصور اتخذت ما قبل الدمار في منطقتين مشاع الأربعين ووادي الجوز في حماه ومناطق القابون والتضامن وبرزة ومطار المزة العسكري وحران العواميت في دمشق هذه المناطق المدمرة هي وفق التقرير معاقل للمعارضة ولعل الأفضع هو المقارنة بين مشهد في العام 2013 والمشهد المقابل حيث الدمار الكامل الذي حل بالتجمعات السكنية وحولها إلى ركام أبيض في العام نفسه وسائل العلم السورية ضحضت التقرير معلنة أن هذا الهدم جزء من جهود التخطيط العمراني وإزالة المباني المخالفة للقانون في عقاب جولات من القتال في المقابل وصف الاقتلاف السوري المعارض التقرير بأنه دليل قاتع على تورط النظام بترويع المدنيين لإجبارهم على التخلي عن مطالبهم بالحرية